السلام عليكم ومرحبا متشبعين الكرام اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب.com لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله هذه ابرز العناوين حاجة سقوط طائرة غير حربية تابعة للدرك الملكي تستغلها البوليساريو بطريقة مضحكة سقطت طائرة غير حربية من نوع ايركارف التابعة للدرك الملكي المغربي في مياه المحيط الاطلسي بمدينة الداخلة حيث نجا كل من كانوا على متنها وهم اربعة عناصر تابعة للدرك الملكي المغربي وحسب المعطيات التي كشفتها الصحيفة فان سبب السقوط يعود الى عطل فني ما جعل الطائرة تسقط في خليج الداخلة قبل ان يتم انتشالهم من المياه وحالتهم جيدة وشرعت مواقع وحسابات تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية في ترويج الى ان حادثت سقوط طائرة بالقرب من سواحد الداخلية التي وقعت عسر يوم الامس الجمعة كانت عبارة عن عملية عسكرية نوعية نفتتها قوات واضي الطائرة حربية مغربية والحال ان الامر يتعلق بالطائرة نقل متعددة المهام تعرف بيرف كارفت وكانت تقل عناصر من الدرك الملكي وليس من الجيش ووفق المعطيات التي اوردتها الصحيفة فان الطائرة كانت تحمل اربعة اشخاص من عناصر الدرك الملكي وسقطت بسبب عطل في المحرك وسط مياه المحيط الاطلسي في منطقة نيتريفت تابع لأقاليم وددها بايدة بحوالي 55 كم شمال شبه الجزيرة الداخلة واستطاع الدركيون النجات بانفسهم عبر ارتماء في المياه قبل ان يجري انتشالهما من طرف البحرية الملكية ونفت المصادر الصحيفة دائما ان يكون الامر علاقة باي هجوم الاستداف الطائرة مبرزا ان المنطقة التي وقعت فيها الحادثة بعيدة جدا عن الجدار الامني سواء الشرقي او الجنوبي وهي القرية صغيرة يعمل سكانها بشكل رئيسي في المجال السيد السمك الى جانب بعض الانشطة التجارية ولا يستطيع المسلح البوليساريو الوصول اليها وعادة ما تسوق وسائل الاعلام التابعة للبوليساريو للعديد من الحوادث العريضة على انها انجاز عسكري على الرغم من انها في اغلب الاحيان تكون مستحيلة المنطقية نظرا لعجز عناصرها عن الاقشراب من الجدار العازل بسبب استدافهم بواسطة الطائرة مسيرة بل انهم سبق ان استعانت بصوره وهجومات وحوادث من دول اخرى ونسبتها لنفسها اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك كل جديد ان شاء الله